بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة تم عقد اجتماع لمجلس دارة النادي الاهلي وتمت منقشة الاحداث اللي حصلت في امبراطي الاهلي الاسبوع اللي فات الاسف الاحداث المؤسفة اللي حصلت الاسبوع اللي فات في استاذ القاهرة ونظرا لأهمية الموضوع اللي تمت منقشته ولأول مرة يعني وهتمنى تكون اخر مرة كمان قررت ان اعرض بنفسي قرارات مجلس ادارة لأعضاء النادي وجماهيره بس قبل ما اعرض على حضراتكم القرارات انا عايز اتكلم شوية عن نقطة مهمة اول نقطة هي يعني مرجعيات نحن كاهلوية دايما في اي ازمة او قرار هي مبادئ النادي الاهلي المبادئ اللي حفظنا عليها من 1907 لغاية النهاردة على مدى اكتر من 110 سنة جيل بيعلمها الجيل احنا تعلمناها من اللي قبلنا وكمان واجب علينا جدا اننا كمان ننقلها للاجيار اللي بعدينا مبادئ النادي الاهلي هي اللي خليته كياه عظيم خليته صرح كبير خليته نادي القرن قبل ما يكون نادي بطولات وانتصارات اول مبدأ عندنا كلنا كاهلوية ايه او اول مبدأ عندنا في الاهلي ايه هو ان الاهلي فوق الجميع اللي هو جميع ابنائه يعني ان كل واحد بينتمي بجد لكيان النادي الاهلي او بيحب النادي الاهلي بجد بيحط دايما مصلحة النادي الاهلي فوق مصلحته هو الشخصية او رغبته الفردية ومن هنا انا عادة اسأل سؤال هو اللي حصل ده في مصلحة مين هي دي مصلحة النادي الاهلي هي دي مصلحة اعضاؤه وجماهيره اكيد لا الحقيقة ان في قلة قليلا دست وسط او في وسط جمهورنا العظيم بتضر مصلحة النادي واعضاؤه وجماهيره وبترجعنا كمان سنين لورا مباراة الاسبوع اللي فات وانت كسبان مجسب كويس الحمد لله كان ممكن تكون حدث عظيم حدث لأول مرة من حوالي خمس سنين يا جماعة النادي الاهلي بيلعب في وجود جمهور جوا صادقهير الملعب بتاعنا الملعب لشهد انتصاراتنا بقالنا سنين بنتطر بالاسف نلعب من غير جمهورنا من غير جمهورنا العظيم سنين فرقتنا بنتطر تسافر مئات الكيلومترات علشان تلعب علشان كده حدارة النادي بزرت الحقيقة مجهود كبير جدا علشان نبتدي نرجع نرجع الجمهور تاني لاستاذ القاهرة الملعب اللي هي شاف وشاهد على جميع على اعظم انتصارات للنادي الاهلي مش عايز اقول لحضراتكم على كم من الاجتماعات اللي عملتها الادارة مع عدد كبير من اجهزة الدولة المختلفة عشان نقدر نحقق التقدم ده نرجع لصادقهيرا ولو حتى بخمس تلاف مشجع بس ولما التجربة ان شاء الله تنجح نقدر نزود العدد واحدة واحدة رغاية ما ترجع الحياة ننتبعدها ده كلنا نلحم نأمله جميعا ونرجع تاني نلعب بمئة الف مسجع او مئة الف متفرج في المدرجات اللي كانوا اللي بيحرق يعني بيحرقوا الحجر يرجع الجمهور اللي هو اللاعب رقم واحد يرجع الجمهور اللي مافيش في العالم جمهور زيه يرجع الجمهور اللي في كل اللي كل الفرق في افريقيا بتعمله الف حساب الجمهور اللي بنخطط ليه استاد عالمي يكون افضل يعني من افضل عشاء استداد في العالم ان ما كانش افضلها ليه ده لانه فعلا الجمهور الاهل ده يستحق هذا انا اعرف جمهور الاهل كويس وهم كمان وكلكم وجمهور الاهل كله يعرفني كويس احنا عشرة عمر عشرة عمرها تقريبا خمسين سنة عشان كده انا بقول اللي انا شفته الاسبوع اللي فات ده مش جمهور الاهل ومش ممكن يكون جمهور الاهل وعشان كمان اكون يعني دقيق اكتر الشوت الاول كان ممتاز تشجيع مثالي ومحترم انا كنت سعيد به جدا لان شفت الاسرة الاهلوية بشبابها الجميل المحب لفريقه الداعم لفريقه لكن اللي انا شفته في الشوت التاني وعرفت ايه اللي حصل بعد الماتش قلت مش ممكن ده يكون جمهور الاهل ليه جمهور الاهل ما بيشتمش جمهور الاهل مش بيخرج برا السلوك الرياضي لان دي مبادئ الاهل جمهور الاهل بيجي مدرجات عشان يدعم فرقته ويشجحها والمدرجات مش مكان لأي هتاف خارج الرياضة هي دي مبادئ الاهل جمهور الاهل ما فيهوش ناس بتدخل المدرج وهم ملسمين ويعتدوا على غيرهم جمهور الاهل مش بيكسر كاميرات بيكسر كراسي استدنا وملاعبنا جمهور الاهل مش بيخلي ناديه يدفع ملايين الجنيهات تعوضات وغرمات بدل ما نطور بيها النادي او ندعم بيها الفرقنا الرياضية جمهور الاهل بيحلم زي ما كلنا بنحلم استاد النادي الاهل واحنا عشان نبني المشروع لعملق ده جايبين مستثمرين يحطوا فلوس بالمليارات في شراكة مع النادي الاهل طيب دلوقتي بقى انهي مستثمر هيحط فلوسه معانا في الاستاد اذا كان في ناس بتدخل الاستاد عشان تكسروا انهي مستثمر هيشارك في بناء الاستاد يتلعي فيه متشات من غير جمهور مين يا جماعة بيحاول يقتل الحلم ده مين مش عايز يتطور ده الحلم اللي اللي بالنسبة لنا هو حلم حلم يعني ملايين الاهلوية هو كمان فعلا هو مشروع الكارنر الاهلوية عشان كده انا فعلا حزين وحزين جدا ان فيه عدة افراد ان دست وسط جمهورنا العظيم وبسئلي عدة افراد بيعملوا اللي بيعملوه وتسيب غيرها يدفعوا التمن عدة افراد بيحاول يوجهوا حماس شبابنا الجميل لاهدافهم هما ومش لمصطحة الاهلي وكمان بيعرضوا مستقبل ولادنا للخطر وده بقى الحقيقة يعني ده امر انا كاب قبل ما يكون رئيس النادي مش حسمح به فيه عدة افراد فكرة انها تقدر ترجعنا للمربع صفر فكرة انها ممكن تمسح مبادئ وتاريخ الاهلي ده مش هيحصل وكمان مش تمسح مبادئ مبادئ الاهلي وتاريخه لا وكمان مستقبله فيه ناس بتاهدف لده عدة افراد بتقعد بين الاهلي وبين عودة الجماهير جمهور الاهلي بمسر شعب مصر بكل عناصره عشان كده هو اسمه النادي الاهلي لانه نادي اهل مصر ابهاتنا وامهاتنا وعائلاتنا وشبابنا وولادنا الصغيرين لكن واضح انه في عدة افراد فكرة انها ممكن تفرق بين الاهلي وجماهيره انا مش هسمح بده ومجلس ادارة النادي الاهلي مش هيسمح بده ومتأكد ومتأكد ان اعضاء النادي الاهلي وملايين الاهلوية مش هيسمحوا بده وبادئ النادي الاهلي بتقول اللي يغلط لازم يتحاسب واحنا اول ناس بنحاسبه ايا كان من هو وفي نفس الوقت مجلس ادارة شكل لجنة قانونية عشان تدافع عن الابرياء اللي ملهمش زنب في الموضوع عشان نحافظ على مستقبل ولادنا الاهلي ماشي في طريقه وباذن الله ما فيش حد هيقدر يوقفنا وزي ما حنحافظ على تاريخنا ومبادئنا كمان هنكمل في التطوير ليه لان شعارنا لو انتم حضراتكم فاكرين هو تاريخ مبادئ تطوير هو ده شعار النادي الاهلي من من 19 لغاية النهاردة وكمان اللي حصل ده مش ممكن او مش حيخرجنا عن طريقنا لهدفنا وللتطوير اللي احنا عايزين كل ادارة او كل ادارات الاهلي اشتغلت الليل ونهار على مدى ثلاث سهور عشان ننفذ برنامج عائلة الاهلي والاسجوع اللي جاي ان شاء الله احنا عاملين لقاء عشان نقدم اخبار واثقين باذن الله انها تسعد كل افراد عائلة الاهلي انا بصراحة كنت عايز اطلع اتكلم معاكم من الساعة الماتش او من الاول من الماتش ما خلص لكني هديت شوية وكررت اكتفي ببيان اللي هو نزل يعني يوم بعد مبارو مؤسسية وباذن الله ما يتكررش تاني ابدا ونظرا بقى الاهمية الموضوع اللي نقاشتنا النهاردة في مجلس الادارة كررت برضو دي اول مرة واتمنى تكون اخر مرة كررت اعلم بنفسي كرارات مجلس ادارة كرارات مجلس ادارة واحد تكليف الشؤون القانونية بالنادي لمتابعة التحقيقات لتوفير المسندة والدعم القانوني للابرياء وغير المتورطين في اعمال الشعب اثنين تشكيل لجنة لتحديث تذاكر ودعوات المباريات وكيفية حصول المشج عليها وبطريقة مؤمنة تلاتة تفعيل التعاقد مع الشركة الامنية المتخصصة لتحديد المسئوليات وتكون مسئولة عن امن المباريات اربعة بعد انتهاء التحقيقات منع المتورطين في اعمال الشغب من دخول مباريات او اي مباريات او انشطة داخل النادي الاهلي لمدة ثلاث سنوات دي قرارات مجلس دارة بعد دراسة وبعد دراسة كل الاحداث اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت ومن هنا بقول النادي الاهلي الفترة اللي فاتت حافظ او بيحافظ دايما على مبادئ وقيم النادي الاهلي وده واجبنا زي ما قلت اجيال وراء اجيال ولازم الاجيال اللي حنتعلم منها نعلم احنا الاجيال اللي بعدين وفي النهاية أنا بشكر حضراتكم جدا واتمنى ان احنا ما نقفش الوقفة دي تاني واتمنى بإذن الله اللي جاي يكون افضل بإذن واحد احد واتمنى ان شاء الله او متأكدين بإذن الله جميعا ادارة وعملين وجماهير وعضاء عملين وكلنا لازم نحافظ على شعار النادي الاهلي نحافظ على التاريخ ونحافظ على مبادئ وتطوير مستمر بإذن الله شكر جدا واسلام عليكم